السلام الله عليكم سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد من خلال فيديو اليوم سنتطرق لحصة دواهر لغوية مكوّل إملاء تحديدا المدرجة ضمن الأسبوع الثالث من الوحدة الرابعة مجال الفلاحة والصناعة والتجارة المرجع المفيد في اللغة العربية المستوى الرابع إذن عنوى مداصي اليوم الهمزة المتطرفة الهمزة المتطرفة ألاحظ واكتشف أقرأ الجملة الآتية ثم أملأ الجدولة بما يناسب كما في المثال إذن كلمات تحتوي همزة متطرفة حركة الحرف الذي سبق الهمزة وكيف رسمت الهمزة إذن كلمات تحتوي على همزة متطرفة تنفخ المكيفات هواء باردا إذن تنفخ المكيفات هواء باردا إذن عندي كلمة همزة متطرفة على السطر لأن قبلها سكون ميت إذن سكون ميت رسمت الهمزة على السطر لأن قبلها سكون ميت أو مد نسميه مد أو سكون ميت أنشئة سوق ممتاز لتقديم الخدمات للزبنة إذن الحركة الأولى قبل الفعل أنشئة هي الكسرة إذن كتبت عليها لأن الكسرة هي أقوى الحركة لأن المتطرفة كتبت عليها لأن قبلها كسرة هنا للزبناء كتبت على السطر لأن قبلها سكون ميت إذن يقدم العمال خدمات دون تباطئ إذن حركة الحرف الذي سبقت الهمزة الضمة الضمة رسمت الهمزة على الواو على الواو رسمت الهمزة على الواوي يوجد في السوق الممتاز كل شيء تحتاجه إذن لدي كلمة شيء كتبت الهمزة متطرفة على السطر إذن الحرف الذي قبلها هو سكون سميه سكون حي سكون حي إذن كتبت على السطر على السطري كتبت على السطر إذن ألاحظ حركة الحرف الذي سبق الهمزة المتطرفة كفر وصمت والسنتيج إذن قمنا بهذا قبل قليل مدنة السنتيج الهمزة المتطرفة تقع في آخر الكلمة تكتب على الألف لأن ما قبلها فتح على الواو لأن ما قبلها ضم على اليا لأن ما قبلها كسر على السطري لأن ما قبلها سكون أو مد سكون أو مد نقول سكون ميد أو سكون حي أكمل الكلمات بكتابة الهمزة المتطرفة المناسبة أنشأ أنشأ إذن قبل الهمزة هناك فتح إذن ستكتب على الألف أنشأ أعضاء هناك سكون ميت أو مد إذن أعضاء ستكتب الهمزة المتطرفة على السطر بوء قبلها ضم إذن ستكتب على الواو لأن قبلها ضم تجر ستكتب على الواو لأن قبلها ضم دف ستكتب على السطر لأن قبلها سكون حي إذن أتم الكلمات الآتية بالهمزة المتطرفة المناسبة وأعلل سبب كتابتها إذن تباط إذن ستكتب الهمزة المتطرفة على الألف لأن قبلها فتح ستكتب على الألف لأن قبلها فتح بطيء ستكتب على السطر لأن قبلها مد أو نقوس سكون ميت مد أو سكون ميت عب تكتب أيضا على السطر لأن قبلها على السطر لأن قبلها سكون حي لأن قبلها سكون حي حي مختبئ مختبئ ستكتب على الياء الهمزة المتطرفة ستكتب على الياء لأن قبلها لأن قبلها كتبت على الياء لأن قبلها كسر بطيء كتبت على السطر لأن قبلها مد أو سكون ميت عب كتبت على السطر لأن قبلها سكون حي مختبئ كتبت على الياء لأن قبلها كسر إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو اليوم أضرب لكم موعدا في فيديو قادم أستوديكم الله الذي لا تضيع ودائعه مع السلامة